ليفربول ومنتخبنا الوطني مش هيكون موجود في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا اللي هيقام النهاردة إن شاء الله الساعة 9 بالليل في مدينة الرباط بالمغرب هيا محمد صلاح النجم منتخبنا الوطني كان أحد أبرز المرشحين للجائزة لكن الموسم انتهى نهاية كانت غريبة جدا على كل المستويات سواء على الصعيد الدولي مع منتخب مصر أو حتى على صعيد ليفربول وآه صلاح الموسم ده حقق إنجازات كبيرة جدا لكنه للأسف السنة دي هيكون بعيد عن جائزة أفضل لعب أفريقي لعام 2022 حقيقة ساديو ماني نجم فريق ليفربول السابق وبايرن ميونيخ دلوقتي ونجم منتخب السنغال هو الأقرب بحسب التسريبات اللي خارجه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهاردة ساديو ماني غادر معسكر فريق بايرن ميونيخ في الولايات المتحدة واتجه للمغرب لحضور حفل الجوائز اللي هيكون النهاردة الساعة 9 بالليل إن شاء الله وبينافس فيه محمد صلاح وكمان مواطنه إدوارد مندي أرس مارما فريق تشيلسي ومنتخب السنغال الجائزة السنة دي مختلفة يعني تماما لإن ده موسم أو سنة كاس الأمم الأفريقية وسنة كمان التأهل لكاس العالم فدول أهم معيارين بالنسبة لاختيارات الأفضل في أفريقيا السنة دي واللي للأسف نجم منه محمد صلاح كان غير موفق تماما في الاتنين عارفين طبعا إن المنتخب مصر وصل لنهائي بطولة كاس الأمم الأفريقية اللي كانت مطلع السنة دي فيه الكاميرون ويخسرنا من السنغال فيه المباراة النهائية براقلات الترجيح وده اللي عزز فرص ساديو ماني وكمان إدوارد مندي حارس مارما منتخب السنغال ويتشيلسي اللي بينافس لأول مرة على الجائزة الكبيرة دي كمان منتخبنا فشل فيه التأهل لبطولة كاس العالم 22 اللي هتقوم إن شاء الله في شهر 11 اللي جاي فيه كطر بعد ما فصرنا تذكرة برضو لصالح منتخب السنغال اللي كان حظنا سيء جدا قدامهم السنة دي منتخب السنغال بيتوج بكاس الأمم على حساب منتخبنا وبيخطف كمان تذكرة التأهل لبطولة العالم على حساب منتخبنا برضو وده اللي بعد محمد صلاح لو جينا بقى نتكلم على مستوى الأندية أو على المستوى الفردي طب محمد صلاح الحقيقة متفوت بالنسبة جميلة جدا على السنائي سواء سادي ومانيز ميلو الموسم اللي فات فيه ليفربول أو حتى إدوارد ميندي نيج تشيلسي حمد صلاح كسب مع ليفربول بطولتين كاس كاس الاتحاد الإنجليزي والكاس ربطة المحترفين وطبعا كمان على المستوى الفردي صلاح يعني حقق إنجازات كبيرة جدا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدور الإنجليزي جائزة كمان هداف الدور الإنجليزي وكمان جائزة أفضل صنع ألعاب أو أفضل صنع أهداف أكتر واحد صنع أهداف لزملائه في المسابقة كان نجمنا محمد صلاح وعلى المستوى الفردي الحقيقي أقدم موسم خارج ومن لو جينا على المستوى الجماعي نهاية الموسم كانت كارثية بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد المنافسة على لقب الدور الإنجليزي لحد اللحظات الأخيرة من آخر مباراة في الموسم وكمان المنافسة على كاس الأمم الأفريقية لحد آخر لحظة وتذكرت كاس العالم برضو لحد آخر لحظة لكن للأسف الأربع بطولات أو الأربع إنجازات الجامعية الكبرى محمد صلاح قصيرهم في اللحظات الأخيرة بيخسر نهاية دوري الأبطال من ريال مدريد بيخسر كمان الدوري الإنجليزي قدام منشستر سيتي بيخسر نهاية كاس الأمم الأفريقية مع المنتخب قدام السنغال ونفس الكلام برضو بالنسبة لتذكرت التأهل لكاس العالم قدام السنغال برضو النهاردة محمد صلاح بعيد عن الجايزة عشان كده محمد صلاح قرر مرافقة فريقه لفربول اللي توجه النهاردة الصبح لألمانيا عشان يخوض مباراة ودية الساعة سبعة وربع بالليل قدام ليبزيج على هامش استعدادات ليفربول للموسم الجديد الجولة التحضيرية طبعاً للموسم اللي هيكون شاك جداً وهيتخل له بطولة كاس العالم ان شاء الله في شهر 11 اللي جاي طيب تعالوا نبص كده على القايمة الكاملة للمرشحين لكل الجوائز نعرفين طبعاً ان الجوائز بتكون بناءاً على ست معايير ست معايير حطها الكاف بناءاً عليها هيتم اختيار الأفضل في الحاجات الكثير اللي هنقولها دلوقتي جايزة أفضل لاعب أفضل لعبة أفضل منتخب أفضل مدرب أفضل نادي حاجات كثير جداً بيتم التنافس عليها الست جاهات اللي بتصوت أو بتختار الأفضل في الكرة هم واحد قادة المنتخبات الأفريقية كلها وكمان مدربي كل المنتخبات الأفريقية واللجنة الفنية بالكاف وأساطير الكاف وممثلين لوسائل الإعلام من كل منتخبات أو من كل دول أفريقيا وبالإضافة للجماهير اللي ليها نسبة كمان من التصويت عبر الرابط اللي أعلن عنه الكاف في وقت سابق تعالوا نبصي كده على قايمة المرشحين كلهم أفضل لعبة في السنة أجارة نجويا من الكاميرون وفريق انتر ميلا الإيطالي أسيات وشوالا من نيجيريا وبرشلونة وجريس تشانبا من زامبيا وفريق لجائزة أفضل لاعب في القرى إدوارد مندي ومحمد صلاح وطبعا نجم بايرني ميونيخ الحالي سادي ومانيق اللي أقرب بكتير جدا أن هو يطوّق بالجائزة النهاردة بإذن الله كمان فيه جائزة مدرب العام مدرب العام اللي كان ينافس عليها بيتسو موسماني المدرب السابق للنادي الأهلي لكن تم استبعاده وينافس دلوقتي كارلوس كيروش المدير الفني السابق برضو لمنتخبنا الوطني ومعه كمان وليد الريكراكي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي وطبعا اليو سي سي بطل نجم طبعا بطل أفريقيا لبطولة كاس الأمم الأفريقية اللي أقيمت السنة دي في جائزة أفضل لاعب داخل القرى بينافس عليها أشرف داري لاعب المغرب والوداد البيضاوي المغربي وسناء النادي الأهلي المالي اليو ديانج لاعب الوسط ومحمد الشناوي قائد الفريق وكابتن النادي الأهلي وعرس مرمى منتخبنا الوطني أفضل لاعب كمان فيه جواز كتير جدا أفضل لاعبة شابة في أفريقيا وكمان أفضل لاعب شاب الحقيقة وأفضل نادي داخل القرى وأفضل منتخب منتخبنا الوطني كمان موجود في القايمة قايمة أفضل منتخب في القرى السمراء اللي سنة 2022 بينافس فريق الكاميرون اللي منتخبنا أقصى من نص نهائي بطولة كاس الأمم الأفريقية وكمان منتخب السنغال المتوج بطولة الأمم الأفريقية والمتأهل لكاس العالم كمان بينافس زي ما قلنا على أفضل نادي في القرى بينافس للسيدات بينافس فريق الفتح الرباطي المغربي وسانداونز وهسكاس ليديز الغاني بينافسه على جهزة أفضل فريق سيدات وبالنسبة لأفضل فريق رجال في القرى بينافس النادي الأهلي مع نهضة بركان المغربي والوداد البيضاوي المغربي وبالنسبة بقى لأفضل لعب شاب في القرى السمراء بينافس عليها النبعل المكبري لعب منتخب تونس ومانشستر رينايتد الإنجليزي وكمان كريم كونتي لعب منتخب فريق سالسبورج النمساوي وبابيسار لعب منتخب السنغال وفريق توتنهام الإنجليزي جواز كتير هيتم الإعلان عنها النهاردة إن شاء الله في التاسعة مساء اليوم حفل لجوائز الأفضل في القرى السمراء عارفين طبعا محمد صلاح توج بالجائزة مرتين في 2017 و2018 وساديو مانيت توج بآخر جائزة أقيمة هنا في الغرداء في مصر سنة 2019 على حساب طبعا محمد صلاح وكمان رياض محرز والجائزة بعد كده في 2020 و2021 تم إلغاءها بسبب جائحة كورونا والنهاردة الجائزة بترجع مرة تانية وساديو ماني قريب من جائزته للمرة التانية ويعادل بقى نجمنا محمد صلاح دي كانت تغطية سريعة الحفل لجوائز الأفضل في القرى السمراء اللي هيكون النهاردة إن شاء الله الساعة 9 بالليل بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة ونلتقي إن شاء الله في تغطية جديدة